هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز الاسود؟ هل تعلم ان الموز الاسود اكثر فائدة من الاسفر العادي؟ ينصح لطباء كثيرا بتناول الموز لكونه يقي ويعالج مجموعة من الامراض الا ان ما لا يعرفه الكثير من الاشخاص هو ان الموز الذي يحتوي بوقعا سوداء اكثر فائدة من الموز الاسفر العادي حسب دراسات طبية فيما يلي بعض فوائد الموز الاسود كما قدمها موقع لايف هاك بناء على دراسة حديثة اجريت في اليابان اولا يحميك من السرطان الدراسة اثبتت ان البقع السوداء على الموز تحتوي على مواد مضادة للسرطان وتقوم بصد خلايا الورم السرطاني والحد من نموها ثانيا يعالج حرقة المعدة الموز ذو البقع السوداء يحتوي على مضادات الحموضة الطبيعية التي تساعد على علاج حرقة المعدة كما تسهل عملية الهضم ثالثا تنظيم ضغط الدم يوفر هذا النوع من الموز مستويات عالية من البوتاسيوم في الدم التي تساعد على تنظيم ضغط الدم في جسمك رابعا يجعلك اقل اكتئابا البقع السوداء في الموز تحتوي على التربوتوفان وهو حمض امني يستخدمه الجسم في تصنيع السرطانين وهو الذي يساعد على الشعور بالهدوء ويساعد على النوم السليم خامسا يخفف الامساك يساعد الموز على تخفيف الامساك وهذا امر معروف جدا ويعالج المشاكل في الجهاز الهضمي سادسا يملحك الطاقة يتوفر النوز على قيمة عالية من السعرات الحرارية ما يجعلها مصدرا ممتازا للطاقة الفورية سابعا علاج فطر الدم الموز هو مصدر جيد للحديد المعدني والحديد احد المكونات الرئيسية لخلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الاغذية والاكسجين في جسمك ثامنا يخفف الامة دورة الشعرية عند النساء البوتاسيوم الموجود في الموز يساعد على تخفيف تشنجات العضلات بسبب الدورة الشعرية في النهاية نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية